موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وحيكم أجمل تحية في هذه التغذية الخاصة والتي تأتيكم عبر شاشتكم شاشة قناة سامرة الفضائية الكثير من الأحداث السياسية مرت ربما في الأسبوع المنصرم وتداعياتها وكذلك بعض التصريحات سنحاول اليوم أن نسلط الضوء عليها مع ضيفي في الستوديو الأستاذ محمد زنقنة المحلل السياسي مرحبا بك سيدك أهلا وسهلا وسهلا الخير أستاذ محمد مركب العملية السياسية في العراق إلى أين يسير بمكوناته الرئيسة الثلاث مع كل الحب والاحترام والتقدير لباقي المكونات لكن هذه المكونات الرئيسية الثلاث أنت تعرف هي التي ربما تقود أغلب المشهد السياسي في العراق نعم من خلال الانشقاقات التي حصلت في الفترة الأخيرة بين الأحزاب الأحزاب الكبيرة جدا الموجودة في العملية السياسية والتي لها باع طويل وتاريخ طويل لا أعتقد أن العملية السياسية تسير في مربع خطير جدا وفي خط خطير جدا بالإضافة إلى ذلك لم تعد هناك الثقة التي بنيت عليها الدولة عام 2003 أي الدولة الثانية من بعد سقوط نظام صدام حسين ولم يعد هناك هذا التعاون السياسي موجود بين المكونات الثلاثة في العملية السياسية بدأوها من السنة عندما تم احتلال مناطقهم أو محافظاتهم بلمح البصر دون أي تدخل من قبل الجيش العراقي والحكومة العراقية ثانيا قطع حصة الأقليم من الموازنة العامة العراقية إذن أصبح الشرخ كبيرا جدا وعميقا بحيث لا يمكن أن يلتئم بهذه السرعة بالإضافة إلى ذلك في داخل التحالف الوطني أو البيت الشيعي هناك خلافات عميقة جدا لا يمكن أن تعالج بهذه الفترة القصيرة ولكن هناك ميزة في داخل التحالف الوطني عندما تنتهي الانتخابات جميع هذه المخاصمات السياسية تنحى جانبا ويتحدون في كتلة معينة هذه الكتلة أحيانا وللأسف بسبب المتنفذين فيها تشكل تهديدا وخطرا على باقي المكونات الأخرى لذلك أنا أؤكد أن العملية السياسية في العراق تسير منحا خطيرا جدا ولا أعتقد أن هذا المنح الخطير سوف تستطيع هذه القيادات أن تثنيه عن الشعب العراقي أو تثني تأثيراته على الشارع العراقي طيب المعركة مع داعش ألم توحد بطريقة أو بأخرى الصف العراقي باتجاه عدو ألم تخلق مناخا جديدا ربما سيهيئ لوحدة كلمة لتحالفات جديدة لضرب بعض الكارتلات الكبيرة وبناء شيء جديد هذا الشيء نصفه بالوطنية نصفه بأنه يبحث عن مصالح عراق واحد عن مصالح شعب واحد ونتكلم يعني بلسان حال أن هذا الموضوع يشمل العراقيين من زاخه إلى الفارق شعاراتيا ممكن يعني شعاراتيا وإعلاميا ممكن أن يكون هناك توحد في الرأي أو الكلام لكن العراقيين لم يقاتلوا داعش شعاراتيا نعم جاي لك بالكلام أولا عندما ينكر دور قوات البيشمرقة في معركة تحرير الموصل هذا بحد ذاته ضربة لأحد المكونات التي شاركت حيدر العبادي رئيس الوزراء بنفسه يعني في خطابه لم يتطرق بولا كلمة لدور قوات البيشمرقة ونحن نعلم جيدا لو لا دور قوات البيشمرقة في فتح الطريق أمام قوات الجيش العراقي للدخول إليها والعبور إلى مدينة الموصل لم تكن لهذه العملية أن تنجح ولم تكن لهذه المعركة أن تنجح يعني إحنا قرينا بالتاريخ العراقي دائما الجيش العراقي وقوات البيشمرقة كانوا دوما ند كانوا دوما جبه ضد جبهة اليوم صاروا جبهة موحدة لكن عين الشمس لا تغطى بغير بال الكل يعلم ما هو دور البيشمرقة صحيح لكن المتنفذين داخل العملية السياسية واللي يضغطون حتى شخصيا على حيدر العبادي هم الذين يريدون أن يعني يقلصوا أو يستهزئوا بدور قوات البيشمرقة بأنه لم يفعلوا شيئا سواء مجرد فتحولنا الباب ومرت قواتنا من أرض أقليم كردستان اللي هي أصلا أرضنا وهي أرض العراق وكذا كذا أولا ثانيا الاستفزازات التي حصلت في المناطق السنية الاستفزازات والجرائم التي حصلت من قبل ميليشيات محسوبة على القوات العراقية هذه أيضا شكلت علامة سلبية وعلامة سوداء ونقطة سوداء في تاريخ وحاضر الجيش العراقي والقوات التي تتمركز في هذه المناطق بالإضافة إلى ذلك أنا أذكر هذه النقطة دائما محافظة صلاح الدين عودة النازحين إليها مرهون بتوقيع خمسة من سرايا الحجد الشعبي بالإضافة إلى ذلك إجبار أبناء هذه المنطقة بالانخراط في صفوف الحجد الشعبي باسم أو تحت مسمى الدفاع عن منطقتهم إذن كل هذه المسائل تبين بأن الشعارات التي نسمعها على القنوات الفضائية أو نقرأها على التواصل الاجتماعي لا معنى ولا جدوى فيها الأمر الواقع للأسف هو واقع مرير وواقع مر وواقع مظلم يؤيد ويؤكد بأن الحكومة العراقية من خلال مكون معين ومن خلال جزء معين من هذا المكون تريد أن تستقوي على باقي القوميات وأن تكرر علينا ما عشناه في العقود الثمانية الماضية في ظل حكم واحد وموحد وفي ظل حكم عائلة استقوت واستولت على العراق من زاخو إلى خانقين لذلك أنا مع اعتزازي واحترامي بكل من ساهم في تحرير الموصل لكن ما خفي كان أعظم ونحن نشهد يوما بعد يوم كل ما خفي وكل ما كان يخطط له الساسة الذين هم على سدة الحكم في العراق طيب لا تلاحظ أن هناك تماسك أكبر في الموقف العربي السني بين مزدوجين مقابل تفكك ربما نسبي في مكونات التحالف الوطني بثبات الموقف الكردي نسبيا نعم دعني أكون صريحا حول هذه المسألة بالنسبة للموقف الكردي بعد تشكيل القيادة الجديدة لحركة التغيير هناك بوادر إيجابية جدا للتقارب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وعادة تطبيع الأوضاع وإعادة تفعيل البرلمان وأعتقد أن الصورة كانت واضحة جدا زيارة الشيخ أدهم بارزاني عضو قيادة الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس القيادة في محافظته سليمانية وحلبجة لسيد عمر سيد علي المنظم أو المنسق الجديد لحركة التغيير كانت أعطت تفاؤلا كبيرا للشارع الكردستاني حول هذه المسألة أما بالنسبة للبيت الشيعي انشقاقات تحصل يوم من بعد يوم انشقاق السيد عمار الحكيم عن المجلس الأعلى نعم تيار الحكمة بالإضافة إلى ذلك هناك أقاويل منتشرة أن حيدر العبادي أيضا سينشق عن حزب الدعوة وسيشكل تيارا جديدا يخوض به العملية الانتخابية بالإضافة إلى ذلك هناك قادة يمكن أن يفصلوا من أحزابهم بسبب خلافات سياسية وهذا المفصول سيشكل تيارا سيخوض به العملية الانتخابية وسيكشف أسرار خصومه وهذه المسألة للأسف تباع بها الوطنية على جموع نفس التجربة ربما ما قبل الانتخابات السابقة عندما حاول البعض تفكيك أجزاء مكوناتها ثم عادة من جديد لكي بالضبط أما بالنسبة للبيت السني هذا أهم مسألة يعني مؤتمرين أحدهما عقدا في بغداد والآخر كان المنتظر أن يعقد في أربيل ولم يعقد حتى هذه اللحظة ومن المنتظر أن يعقد في أي لحظة لكن لا يوجد أي اتفاق حول موعد ومكان عقد هذه المؤتمرات تعتقد أن هذا الانشقاق في البيت السني في هذه الفترة خطير جدا لأن أنا دائما أقول وأنا أتمنى أن تقبلوا هذه الملاحظة مني برحابة صدر ساسة العرب السنة للأسف هم الذين شكلوا سببا أساسيا فيما يعاني أخوة العرب السنة اليوم أولا بعد سقوط نظام صدام حسين الكثير من السياسيين السنة تمسكوا بهذا النظام وهذا أعطى نقطة سلبية للمقابل الذي يحكم بغداد ثانيا دفاع البعض وأنا أقول البعض من الساسة السنة عن تواجد داعش تحت مسمى الدولة الإسلامية في هذه المناطق إعطى أيضا صورة قاتمة لتواجد العرب السنة بهذه المناطق بحيث أصبح كثيرون من أبناء الجنوب بمجرد سماعهم كلمة سنة يقولون داعش هذه المسألة أثرت كثيرا على تواجد السنة في هذه المناطق إذن ماذا على السنة أن يفعلوا في هذه الفترة أكررها دائما العرب السنة بحاجة إلى بيرسترويكا بحاجة إلى بيرسترويكا تعيد تواجدهم في هذه المناطق وإلا سوف تكون هناك حاجة لمادة 140 أخرى بين العرب الشيعة والعرب السنة لإعادة إثبات تواجد العرب السنة في هذه المناطق بعد استيلاء هذه الميليشيات وبعد غسل الأدمغة للأجيال الجديدة التي من الممكن أن تنخرط في هذه الميليشيات صار عندنا سنة المالكي وصار عندنا سنة الاعتيادين صار عندنا سنة الحزب الفلاني والسنة الوطنين والسنة الكذا كذا كذا أعتقد أن وجود مليوني نازح من الأخوة العرب السنة في إقليم كردستان ووجود أكثر من ثمانية مليون عراقي تحت قط الفقر وأغلبهم من العرب السنة كل هذه المسائل تضع هذه الأحزاب أمام مقصلة إما يخلصوا أنفسهم من هذه المقصلة أو سيكونونهم والجماهير في مواجهة هذه المقصلة الكبيرة وحين ذاك العواقب ستكون وخيمة ولن تحمد عقبها وأتمنى أن تقبلوا هذه المسألة مني برحابة صدر لأن الوضع خطير جدا طيب طيب الأعلاني اللي صار في بغداد والأعلاني اللي صار في أربيل هما صاروا إعلانين يوم 16 سبعة هل إعلانين ذولا ما تبلور عنهم برأيك وجه جديد أو شكل جديد بإمكان سياسي بإمكان العرب السنة اليوم أن يستفيدوا منه لأن أنا هنا أمام معادلتين من مجمل الكلام رح أتكلم بعراقية خالصة كالعادة أنه اليوم عندي معادلتين الأولى تقول لقد وصل العراق إلى مرحلة القناعة بأنه بلد مكونات ويجب أن يتقسم صحيح المعادلة الثانية نفس السطر الأول لقد وصل العراق إلى مرحلة القناعة بأنه بلد مكونات فيجب إيجاد رؤية شاملة ألمن نرجح بالمرحلة القادمة بصراحة بكل صراحة نعم أعتقد أنا شخصين أرجح الجملة الأولى والعبارة الأولى ولكن كيف على جميع القوى السياسية المتنفذة وغير المتنفذة أن تجلس على طاولة حوار في مؤتمر عام وشامل هذه المكونات أو هذه التكوينات إذا كانت سياسية أو حزبية أو تنظيمية كلها تطرح وجهات نظرها نعم كلها تطرح وجهات نظرها وكلها تجي لهذا المؤتمر بخطة شاملة لحاضرها ولمستقبلها والاتفاق على صيغة معينة ولكن كيف أولا عدم الاعتراض على استفتاء أقليم كردستان وفسح المجال أمام شعب كردستان ليقرر مصيره بعد أكثر من قرن على كونه جزءا من دولة العراق بعد اتفاقية سايكيزبيكو هذا أولا ثانيا بالنسبة للعرب السنة للأسف لا يوجد مرجع واحد يجمع الأحزاب العربية السنية هم اليوم يفكرون بهذا الموضوع يفكرون اليوم بمرجعية جديدة بطبط ولهذا هم عقدوا هذه المؤتمرات المؤتمرين في أربيل وفي بغداد قالوا أن هناك مشاكل على بعض الشخصيات لن يستطيعوا الحضور إلى بغداد جماعة أربيل دي اعترضون على جماعة بغداد وجماعة بغداد دي اعترضون على جماعة أربيل وبالوسط أكل دي اعترض على المؤتمرين نعم أنا سمعتها من أحد القيادين وكان إجابة على أسئلة أحد الصحفيين قالوا له ما الفرق بين مؤتمر أربيل ومؤتمر بغداد كان السيد رصديت قال مؤتمر أربيل هو مكمل لمؤتمر بغداد بمعنى أنهم لن يخرجوا عن القواعد الأساسية في هذه المسألة يا رأيت يكون هالشكل طيب هذه الأفكار اليوم متقاربة بين الجميع اليوم بدنا نلاحظ أكوفد سياسي بحث وصرف على مستوى المكونات الأثنين طبعا قلنا بثبات الموقف الكردي لكن من المكون الشيعي ومن المكون السني اليوم لا نجد سياسي يتكلم بذات الحدة القديمة هناك حتى ربما تغيرات على صعيد من كان يوصف بأنه يتكلم بخطاب حاد وأعني السيد نوري المالكي فالسيد المالكي اليوم بماذا يفكر باعتقادك طبعا أخذ منك الإجابة لكن بعد ما نأخذ فاصل فاصل مشاهدينا ثم نعود وإياكم في القوانة موسيقى 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 من جديد حياكم الله أستاذ محمد نعم بماذا يفكر السيد المالكي اليوم باعتقادك المالكي بعد أن شارفت ولايته الثانية على الانتهاء ناقض نفسه في لقاء صحفي في تصريحات كان قد أدلى بها أيضا في لقاء آخر في اللقاء الأول كان يقول أنني أريد أن أعرض قانونا على مجلس النواب لا يسمح بتكرار ثلاث ولايات لرئيس الوزراء ولكن في اللقاء الثاني قال حتى له عشر ولايات المهم الشعب هو اللي يحكم وصوت الشعب أقوى من صوت مجلس النواب والساسة وكذا كذا كذا إذن وجود رجل يناقض نفسه في لقاءين تلفزيونيين ما الذي نتوقعه منه يتهم أقليم كردستان اتهامات باطلة يتهم أهل الموصل بأنهم سبب سقوط الموصل ويتطاول عليهم وعلى الشعب الموصل وعلى ساسة الموصل إذن لا أعتقد أنه نستطيع أن نكون فكر واضح من خلال كل هذه الضبابيات لنور المالكي غير أنه يريد أن يصل إلى السلطة بأي ثمن كان أو بأي طريقة كانت إما أن يكون هو داخل سدة الحكم في قمة الهرم أو يكون هو الموجه لمن يحكم أو لمن يجلس على كرسي الحكم وهو الذي يعطيه الأوامر وهو الآمر الناهي أي ديكتاتورية كما كانت موجودة قبل 2003 ولكن بغطاء آخر وبوجود تصويت برلماني هتلر إجعل حكم عن طريق الانتخابات ولكن كيف طغاه هتلر؟ أعتقد هو يريد أن يبين بأنه ما زال رجل أمريكا القوي حيدر العبادي أيضا يريد أن يلعب نفسه هذا الدور أمام الأحزاب السياسية إذا كانت شعية أو سنية أو كردية كل من خلال هذه الانشقاقات ومن خلال هذه الموضات الجديدة في العملية السياسية يريدون أن يبينوا بأنهم موثوقين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهم الذين سوف يحكمون العراق إذن المالكي يريد فقط أن يكون في داخل السلطة إما هو الحاكم رسميا أو هو الموجه ننتقل إلى الجزء الثاني من طرفياتنا الشأن الكردي الكرد مقبلون على استفتاء وما سيتلوه من ترتيبات هل هم مستعدون لإجرائه في موعده بصراحة؟ نعم بالنسبة لموعد الاستفتاء مهما كانت الظروف شعب كردستان مستعد منذ فترة لخوض هذه العملية في أول انتخابات لمجلس النواب العراقي أو للجمعية الوطنية العراقية المؤقتة كان هناك استفتاء غير رسمي شارك فيه شعب كردستان بكل قوة وإن لم تكن نتائجه مأخوذة بعين الاعتبار إذن شعب كردستان مستعد منذ فترة طويلة لتقرير المصير وليوضع حد ونقطة يعني نقطة أخيرة وحاسمة للتعامل بين بغداد وأربيل لعدم السماح مرة أخرى بالاستقواء من قبل الحكومات العراقية أيا كانت ولبدء صفحة جديدة وحياة جديدة تحكمها العلاقات الإنسانية وليست العلاقات السياسية هذا بالنسبة للمستوى الجماهيري ثانيا بالنسبة للمستوى السياسي أعتقد أنه لا توجد أحزاب كردستانية معترضة على مبدأ الاستقلال حتى حركة التغيير التي تتهم أحيانا بأنها تقف ضد الاستقلال أبدا أتذكر الزعيم الراحل نوشيروان مصطفى في المؤتمر الأول لحركة التغيير قالها وبكل صراحة نؤيد حقوق الشعب الكردي وكل الشعوب الكردية في العالم بالحرية والاستقلال بالحرية والاستقلال يعني ما يصب إليه شعب كردستان نحن نؤيده ونقف معه ولا نقف ضده ولكن إن كانت هناك اختلافات فهي مسائل فنية الوقت تفعيل البرلمان حل حالة المشاكل السياسية حل حالة المشاكل الاقتصادية وأعتقد أن هذه المسألة ستحل بالمفاوضات بالاجتماعات بين قمم الزعامات الموجودة لدى هذه الأحزاب ولكن جماهيريا لا أعتقد أن هناك معارضة كبيرة حتى ولو كان هناك هو حر من يريد يستقل عنها من بعض الأصوات الحزبية ربما خرجت أنت تعرف ماذا أقصد نعم يعني لديها مطالبات ولديها حملات مناهضة للاستفتان هذه لا تعني شيئا أبدا لا تعني شيئا هم يعني وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء من المعروف من أين تأتي مصادر تمويلهم ومن الذي يدعمهم في كردستان ومن الذي يستخدمهم لمعادات الحزب الديمقراطي مرة الاتحاد الوطني مرة والدور آتي على حركة التغيير على فكرة لأن هناك توقعات بأن تنشق بعض القيادات من حركة التغيير بسبب موقف الحركة من تطبيع العلاقات مع الحزب الديمقراطي ومسألة الاستفتاء والاستقلال لذلك لا أعتقد أن دعاياتهم ولا حملاتهم ولا شعاراتهم اللي يطلقوها على الشعب هذا الشعب اللي جادي ينتظر الاستقلال منذ أكثر من مئة سنة نعم ربما تعزز الموقف أيضا من خلال تصريح السيد نجم الدين كريم وحافظ كاركوك حين قال أن كاركوك ستكون جزءا من عملية الاستفتاء وأنها ستكون فاعلة أيضا في هذا صحيح شعب كاركوك أيضا ينتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة جدا يعني بعد كل هذا التهجير اللي حصل بكاركوك والطرد القسري وتغيير الديمغرافية لهذه المنطقة أعتقد أن الفرصة باتت سانحة لأهل كاركوك ليقرروا مصيرهم ولكن بدون أن تفرض عليهم أي أجندة أو أي مسائل خارجة عن إطار المادة 104 تتكلم عن الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين بالضبط نعم شوف أخ أنس هناك من العرب في داخل كاركوك ينادي باستقلال كاركوك وانضمام كاركوك أو عودة كاركوك لأقليم كردستان أكثر من الكرد الذين من الممكن أن يكون فيهم معارضين لمسألة الاستفتاء والاستقلال لما رؤوه من حكم لا أقول رشيد ولكن أحسن على الأقل أفضل بالكثير من المراحل من بغداد وأعتقد أن رسائل التطمين التي أطلقت من قبل القيادات الكردية للإخوة العرب الذين يعيشون في إقليم كردستان أو في كاركوك أو في المناطق المشمولة بالمادة 140 هي كافية لأن يطمئن الأخوة العرب بأن ما تكرر ضد اليهود في الأربعينات من قبل الحكومة العراقية بمصادرة الأموال وطردهم وإعطائهم فيزة روحة بل رد هذه التطمينات أستاذ محمد أتمنى أسمعها لأن هذا الموضوع يهم أيضا جمهور واسع من العرب السنة وأيضا العرب عموما الذين يعيشون في إقليم كردستان من استقبل أكثر من مليوني نازح بدون أي قيد أو شرط ومن فتح أبوابه لهم ومن يهرع إليهم أبسط مثال حالة التسمم التي صارت قبل فترة في إحدى المخيمات كان السيد نوزاد هادي محافظ أربيل أول الواصلين لهذه المناطق بحيث حتى الخيرين من أربيل شغلوا وكوستراتهم وسياراتهم الشخصية لنقل الجرحة لأن سيارات الإسعاف الكثيرة جدا والتي خصصت كلها لهذه المسألة ما كانت كافية لنقل الأعداد الكبيرة من المرضى لهذه المستشفيات إذن كل هذه التصرفات أولا من ناحية الإدارية والجماهيرية تشكل عاملا تطمينيا مهما للأخوة العرب في هذه المناطق ثانيا حسب القانون الدولي النازحين العرب اليوم في إقليم كردستان يعتبرون في أرض عراقية عندما تتغير المسألة ويتحول الإقليم إلى دولة يتحولون بفعل القانون الدولي إلى لاجئين وهذه الدولة الجديدة تتحمل مسؤولية اللاجئين ويجب أن تلتزم بالقانون الدولي ولا أعتقد أن القيادات الكردستانية ستضحي بهذه السمعة الطيبة لأذية هذا العدد من النازحين ونحن في طور تأسيس الدولة وفي طور تشكيل الدولة ما بعد الاستفتاء ثالثا وهو الأهم منذ أزمان بعيدة كان هناك من الأخوة العرب ضمن صفوف الحزب الشيوعي العراقي أو الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني الكردستاني يتشاركون مع البيشمرقة في القتال ضد النظام البائد يعني حتى أذكر أسامي عائلات موجودة في أربيل عائلة وادي عائلة علي حسين كسرة وكثير من العوائل المناضلة في صفوف الحركة الوطنية الكردية وكثير منهم من الأنصار في صفوف الحزب الشيوعي العراقي إذن كل هذه المسائل تشكل الكثير من التطمينات القيادات الكردية التي في سنة 91 لم تقتل أي ضابط عراقي أو جند عراقي حتى من الذين شاركوا في عمليات الأنفال وقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية والتي لم تؤذي أي مواطن عربي والبارزاني الخالد الذي استقبل الأسرة في الستينات بكل رحابة صدر وتحدث معهم حول وجهة النظر الكردية وأعادهم سالمين إلى مناطقهم إذن فقط نحتاج إلى قراءة في التاريخ ونحتاج إلى تقارب فكري وعقلي وعدم الاستماع إلى كل من يريد أن يشوه سمعة الكرد أو يشوه هذه العلاقات التاريخية أعتقد كل هذه تطمينات للأخوة العرب ما أعتقد الأخوة العرب العفو بهذه الغشامة لأن يصدقوا كل هذه الأقاويل السلبية التي تقال وأنا أدعو القنوات العربية إذا كانت عراقية أو لدول عربية فقط أن تذهب إلى المخيمات وتسأل المواطن العربي السني كيف يتم التعامل معه من قبل القيادات الأمنية وقيادات الشرطة في إقليم كردستان وليكن هو الحكم طيب موقف الحكومة العراقية من الاستفتاء إلى الآن واضح غير واضح تصريحات اليوم يعني غير دستوري هذا الكلمة الوحيدة جذب وشد تصريحات تظهر على القنوات الفضائية من شخصيات مسؤولة ولكنها تصريحات لا تصدر ببيع الضبابية نعم ليس فيها بيع صحيح يعني لا ما ندر شوف الحكومة العراقية هي آخر من تتحدث عن الدستور هل كان قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية موجودة ضمن الدستور يعني هذه أنت عندك خلاف ويا حكومة اتعاقب شعب يعني هذه سابقة خطيرة جدا للدولة العراقية إذن هذه المسألة أثبتت بأن الكرد جربوا مع الحكومة العراقية قطع الأعناق وقطع الأرزاق هذا أولا ثانيا هل إهمال الحكومة العراقية لأكثر من مليونين نازح يعتبر عملا دستوريا هل إهمال الحكومة العراقية للمشاكل العالقة بين الكرد وبينها يعتبر عملا دستوريا ألم يكن الأجدر بالسيد حيدر العبادي أن يبادر إلى حل كافة هالمشاكل لكمبادرة حسنية لعدم وجود هذه الخلافات بينه وبين الكرد والقيادات الكردية إذن أعتقد أن الكرد لا يلامون في هذه الفترة لتقرير مصيرهم وتحديد مصيرهم وأن الحكومة العراقية هي أخر من تتحدث عن الدستور وأعتقد أن حكومة أقليم كردستان ستكون ماضية على الرغم من أن المسألة لن تكون سهلة الاستفتاء آتن 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 لا محالة سنشهد بعض الاستفزازات سنشهد بعض التهديدات من قبل ميليشيات من قبل إيران قطعة نهر الزاب مثلا هناك الكثير من التهديدات أيضا تطلق على لسان ساسع عراقيين طرد الكرد الفيلية مثلا من بغداد حتى أجلكم الله بعض نواب البرلمان يقولون وبكل صراحة في أروقة مجلس النواب سنسحق رؤوسكم بالأحذية أجلكم الله مرة أخرى إذن كل هذه المسائل لاعتقد ستثني الإقليم عن مسألة الاستفتاء وإن كان السيد حيدر العبادي أو أي سياسي عراقي يقول أن الوقت غير مناسب هل كان الوقت وأنا أقتبس هذا الكلام من كلام السيد مسرور بارزاني رئيس مجلس الأمن في إقليم كردستان عندما قاله في مؤتمر في واشنطن يوم أمس هل كان الوقت مناسبا للنظام العراقي السابق عندما قصف المناطق حلبتشة وكثير من المناطق بالأسلحة الكيمياوية هل كان الوقت مناسبا للأنفال هل كان الوقت مناسبا لقطع الموازنة العامة أو حصة الأقيم من الموازنة العامة العراقية إذن نريدهم أن يقولوا لنا متى هو الوقت المناسب وما هي الحلول البديلة من قبل الحكومة العراقية لإثناء شعب كردستان عن مسألة الاستفتاء جميل بالنسبة للموقف الأميركي الموقف الأميركي ربما سيتعامل مع القضية ربما بوصفها قضية كردية الأمريكان يتعاملون مع النتائج دائما يتعاملون مع النتائج من يقرأ التصريحات الأميركية في اليومين الماضيين ربما حضرتك الآن ذكرت أيضا جزء منها علىها مش بعض اللقاءات يرى أن الأميركان سيتجهون إلى التعامل مع الكرد على أنهم كرد كجزء من شعب عراقي وهم يتكلمون دائما أننا نريد أن نتعامل مع عراق موحد وغير ذلك لكنهم هذه المرة سيتعاملون بخصوصية هذا صحيح هذه الخصوصية بدأت بالاتفاق العسكري الكردستاني الأمريكي بمنح نصف مليار دولار لمدة سنة أو أكثر يعني ما تحضرني المدة لمستلزمات قوات البيشمرقة من أسلحة أو نسبة بسيطة من رواتب قوات البيشمرقة هذه الخصوصية بدأت من هناك بالإضافة إلى ذلك هناك تعامل خاص سياسي من قبل القنصلية العامة لولايات المتحدة الأمريكية مع المواطنين في إقليم كردستان يختلف عن التعامل مع باقي أجزاء العراق استضافة مؤتمر في واشنطن في أروقة الكونغرس بوجود علم كردستان إلى جانب العلم الأمريكي بدون وجود العلم العراقي هذه أيضا إشارة أخرى ولكن هناك ميزة في داخل الإدارة الأمريكية تصريحاتهم هي اليوم بيومها يعني تراهم مثلا يقولون إحنا معترفين بعراق واحد موحد لكن في بعض التصريحات هناك ضبابية بشأن مسألة الاستفتاء والاستقلال في كردستان هم لم يقولوا نحن سنقف ضد الاستفتاء أحيانا يقولون الوقت غير مناسب حلوا مشاكلكم مع بغداد اتجهوا إلى الحوار المسألة راح تثنينا عن الحرب ويا داعش لكن حتى لو كان أقلين كردستان والعراق دولتين مستقلتين لا بد أن تكون هناك اتفاقيات عسكرية بيناتهم ترسيم حدود اتفاقيات مشتركة مثلا قوات مشتركة في بعض الأحيان لدرء الخطر عن بعضهم البعض كما هو موجود بين أمريكا وكندا مثلا بين الهند وباكستان بين الهند وباكستان وبنغلاديش يعني كل هذه الدول بيناتهم اتفاقيات عسكرية كما كان موجود حلف بغداد مثلا قبل ثورة 1958 إذن كل هذه المساء الواردة ولكن الإدارة الأمريكية تتعامل مع النتائج وإن قرر شعب كردستان الاستقلال لا الإدارة الأمريكية ولا كل هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الشعوب تستطيع أن تقف ضد هذه الاستقلال وإلا ستكون كل هذه الشعارات موضوعة تحت المسائلة يعني أنتوا تريدون الديمقراطية لكم وما تريدوها لغيركم هي هذه المسألة باختصار ما تتوقع أن هذا الموضوع ربما سيخلق أزمة مع جيران أقليم كردستان مسألة الجيران سيكون له أجار التقليدي الصحيح والجار التقليدي حدوده أغلبها حدود كردية هذه المسألة باتت مثل مخالب القط دائما اللي يعترض على استقلال كردستان لا أعرف ما تفعلون تركيا ما تفعلون إيران أو دعاية صار لها كم يوم سائدة بكردستان أن تركيا ستقفل الحدود البارحة صار أكو اتفاق بين إدارة محافظة أربيل والجانب التركي يعني بوجود ممثلنا حكومة أقليم كردستان والحكومة التركية لافتتاح معبر حدودي آخر يعني إذا تقفل الحدود ليش ستفتح لها معبر حدودي آخر هذا من جهة أما إيران نعم ستكون هناك استفزازات ولكن كانت هناك تصريحات تبين بأن مسألة استفتاء كردستان واستقلال كردستان لا يمكن أن نقف ضدها إلا إذا كانت بشروط واحد اثنين ثلاثة نفس الشروط اللي فرضتها فرضتها تركيا أنه ما تكون كردستان موقع للهجوم على هذه الدول أن يراعى الأمن القومي الإيراني التركي الكذا كذا وأن تكون هناك علاقات عسكرية واتفاقات عسكرية خصوصا هذا من الجانب التركي إيران كانت مقترحة أن تحل الخلافات السياسية في إقليم كردستان إن كانت مسألة الاستفتاء والاستقلال شأن كردستانيا موحدا لا شأن حزبيا لحزب واحد أو لقيادي سياسي واحد مع أنه هذا شأن جماهيري لا علاقة له لا بأي حزب ولا أي قيادي فلن نعترض على هذه المسألة إذن كل هذه المسائل من الممكن أن تحل بالتفاوض وبالاتفاق بين هذه الجوانب وأنا أستبعد تماما وجود حرب كردية تركية إيرانية مثلا أو عربية كردية على هذه المنطقة لأن بكل صراحة كل الشعوب ملت من الحروب مللنا الحروب مللنا التجاذبات مللنا هذه حقيقة هذه المآسي التي مرنا بها ربما بسبب تعنت الحكومات المتعاقبة على مواضيع هي بالأساس حقوق تقرير مصير صحيح ومن حق أي شعب أن يقرر مصير الأستاذ محمد زنقن المحل السياسي أنا شكرا جدا شكرا لكم شكرا لكم أيضا أحبة المشاهدين تقبلوا تحيات كهذا القسم الأخبار وتحيات المترجع عبد الرحمن راوي وتحياتي أناس عبد الرحمن حتى ألقاكم من جديد في أمان الله وحبا اشتركوا في القناة